السلام عليكم صباح الخير والسلام عليكم ادخرت عليكم مشكلة في الانترنت بنحاول كنا اللايف دي طلع الظابط يعني ما يكون فيه مشكلة ما تكون فيه مشكلة في فحتواجهنا مشكلة صباح الخير على الناس المعاني الان كيف اصبحت ان شاء الله طيبين كلكم ربا نحفظكم اجمعين ان شاء الله اللايف نح يكون مهم شوية كده نتكلم فيه عن الاتفاق ونتكلم فيه عن المفروض احصل شنو وحقنا وين وحقنا شنو دار من الناس بس حاجة بسيطة خدمة بسيطة الناس تعمل شير على اوسع نطاق بتقدر عليه ما في نقاط خلاف بيننا يعني كلنا واضح انو متفقين وعارفين دارين شنو في البلد دي اه شكرا على الناس اللي قالوا الصوت واضح اه ايوه مشاكل فنية على قول الناس المجلس كيف الاخبار اه عليكم السلام ورحمة الله اه اه والله يا اخي ان شاء الله يكون فيها فهموا حاجة مهمة جهة الصباح دي اه رغم مرات في اختلاف الرأي معاكم لكن الليل مرس ربا نفسكم اجمعين الناس بستعمل شير ما ظاهر لي في شير هنا دار شير دار شير حقيقي يعني الناس تعمل شير حقيقي تمام مزمل بي 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 كي الماسنجر شغالها مزمل وبقر الرسائل يعني قدر الامكان بحاول اقرأ يعني اه ما بقدر امر عليها كلها ما كذب لكن مرات ممكن تكون مرس الرسائل الليلة بس برجعلك بكرة يعني لا ما حكسر حانك المليوني اطمين المليوني غايمة ان شاء الله اه ربا احفظك ان شاء الله وان شاء الله رأينا يكون دايما مسنود بي بي باراء الناس وبتوفيق ربا ان شاء الله اه حاضر حخش في الموضوع بس بعين في الناس الحاضرة اه شكلوا الناسنا امين الناس اه تعملينا الشهر اخواننا امين الجميل اه بتقرأ ما بتعبرنا رسلت لك حاضر امين حرجع اشوف الرسائل وشوف رسالتك وحلو ذلك ان شاء الله حنان عثمان لا لا والله ما بتقرأ رسائل وعدت واخلفت ما قرأت رسائلي حسر جاي رسل لي تاني يا حنان وحلو ذلك عمار ياسين قال نقطة مهمة حقيقة بند حصانة مجلس السيادة لو فعلا وضعت تبقى بعد جد ده واحدة من الحياة اللي انا طالع لها انا طالع للموضوع بتاع حصانة مجلس السيادة اللي قلت وده لانو شايف وسيغة حايمة بتتكلم عن حصانة مجلس السيادة اول حياة السلام عليكم صباح الخير صباح المليونية غايمة ان شاء الله المواعيدة المناسبة مع الناس واللي انتوا عارفينها هس انا لو قلت كلام حيقول ليه لا خالفت تجمع المهنين المنزلين في الصفحة حقتهم ما عارف شنو انا حقول كلام وبعدين حنتكلم في مواعيدة المليونية رايكم شنو انا حتكلم الليلة عن حاجة مهمة عن وضع البلد الآن مسألة الاتفاق اللي احنا في مواجهته الآن وبعد ما اخلص كلامي حرجع اقول لك مواعيدة المليونية وانتوا حتقولوه براكم انتوا لحتختاروه نتفق على الحاجة دي واحد اتنين رجاء رجاء خاص الناس تعمل شير لللايف ده دارين الشير بتاع الليف ده يصل اكبر عدد ممكن اللي ما عدي بقيته زعلانين وحساسين ما بتعملوا يعني كلامي ما قاعد يجيبكم ما بتشتغلوا بي فرجاءنا الليلة لمصلحة السودان والكلام المهم الجاي اعملوا لينا شير قدري ما تقدروا اذا عندك رأي في اي كلام انا عاوز اقوله قبل ما نبدأ اكتب بس خلينا اتم الفكرة المعينة اللي بتكلم فيها انا حتكلم في نقاط النقطة بعد ما اخلصها اكتب لي رأيك واضح يعني ما تجي تقول لي يا اخي وظهرت على حقيقتك جدادة انت شغال بتاع بيطري انت تعرفني جداد ولا بني ادم اصبر خلينا اتم نقطتي واكتب لي كلام منطقة عشان ارود عليه وقل لي يا اخي واحد اثنين ثلاثة غلط واحد اثنين ثلاثة صح وانا برود عليكم ملزم اتفقنا حلو نبدأ اخواننا اول حاجة انا مصير اصرار شديد على تجمع المهنيين انه ينزل بنودة الاتفاقية في صفحته قوة الحرية والتغيير نزلوا لينا بنودة الاتفاقية في صفحتكم ما تمشي تمضوا حاجة من وراء الشعب السوداني حيلزموكم ويجبروكم تنضوا وذا الحاجة دي حصلت واحد واثنين ثلاثة قبل كده بيتطلعوا تقول لينا مختلفين في نقاط انا ده ارفهم هو اللي بيجيب المسودة بتاعت الاتفاق منه عشان تختلفوا في نقاط مفروض النقاط ده المطالب انه منه اصلا يجيب المسودة انا ده ارفهم احنا المفروض احنا تجمع المهنيين قوة الحرية والتغيير هم اللي شيلوا المسودة ودوها للمجلس العسكري المجلس العسكري مفروض يشوفه يقول والله يا خي دي بتتناسب مع المرحلة الامنية دي بتتناسب مع وضع البلد بالاستغرار الآمين الان دي ما بتتناسب معانا في حالة علاغات الجوار دي ما بتتناسب على كده حنالغي دي حنالغي دي امشوا على الدولالين ويجيبوها ده المفروض انا بفهم كده لكن ما افهم انه المجلس العسكري يفرض شروط على الشعب السوداني دي ما فاهمه ما فاهم انه يقول ليه خلق المجلس العسكري عنده شروط وبنود وضعها انت حارس لديمغراطية في مرحلة معينة وموضوعك انتهي مفروض كده شريك في الثورة اهيوة قمت بواجبك اهيوة شكرا لك محد هنا مع السلامة ده اللي بفهم وانا ما تجي تقول لي يا اخي هم عندنا شروط وإحنا عندنا شروط ويجيبنا وسيط أنا من اللواء للقصة دي ما وقع راسي عموما اتجاوزنا النقطة دي عشان ما نضع في الغلط وحنضع في الغلط ده طريقة بتحصل طلع البنود في صفحتك كلام ده قلت لك اولمس وحزفت اللايف حسي بعيد لك قبل كده قاعد يقول لكم يا سادة المهنين والله عندكم خيارين واحد تعملوا كده والتاني كده الليل انا جايكم بخيار واحد ما عندك حل غيره وانا عارف الساعات الجاية مهمة جدا وانتو معصورين شديد ما انا قعد ننكر انتو معصورين شديد كويس؟ فصلاوكم من الشارع بحاجات كده شموح شموح شدي ازول حس الناس كلها ده مدورة فيكم وفايرة فيكم اكتبوا وقولوا واحدة والساعة خمسة وفصلتوا المواكب وحولتها من مليونية للمواكب قبلناها لكن ما كانت تكتب شموع ما تكتب شموع ما عندنا السغافة دي احنا احنا ما عندنا السغافة دي والفهم ده ما عندنا بنعرف نغيم شهدائنا كيف والطرق اللي بنغيم بها شهدائنا اتخيل ان انت شهيد واما قاعدة في البيت منتظر الناس يجوها ويعزوها نجي داخل الله بشموع اتخيل بس انت يعني ما انت ما تعمل الحياة دي لأولاد الناس التانية تجرب فيهم الكلام ده ما بيجي ما بنقدر نعمل ما بقدر اشي ليه ورود وظهور وشموع لو ما الشهيد باب كير ما بقدر ما بتشبهنا ما عندنا الحركة دي ما فانت حس كده بيفصلوا فيك بيفصلوا بينك وبين الشارع وانت بتستجيب للكلام ده استجيبت للكلام والضغوط كتير من الناس اللي ببرروباء مواقف المهنيين ارجوك استجيب ليه ليه طلبنا ودعائنا وزي ما بتستجيب ليه ضغوط الناس التانية استجيب ليه ضغوطنا نزل الاتفاقية في صفحتك الكلام ده فريق ساعات من 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 كارثة ممكن تحصل وحتحصل اسمع العربي ده كويس ركز معي انا بتمنى انه الناس تشير الكلام ده يا اخواننا الناس اللي بسمعوني يشيروا الكلام ده داركم تشكلوا كار الضغط على المهنيين انه تلزموهم ينزلوا الاتفاقية والمسودة في صفحتهم لازم تعرفوا فيشنه حيتفقوا عليه لازم يا اخواننا والكلام ده انا بقوله لك وخطير جدا عندكم خيار واحد المهنيين والشعب السوداني الليلة دي الاتفاقية لو ما نزلت في الصفحة حقتهم احنا لبسنا في الحيطة عربي واضح عجبكم ما عجبكم تفهموا تفهموا انه الليلة اليوم ده فريق كبير جدا في مشكلة في الصوت اخواننا في مشكلة في الصوت اه 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 اكلمتكم قبل شوي عندي مشكلة الشبكة ما عارف القصة حتى امشي الى بان اه معلش اه اه في مشكلة شبكة اخواننا والله يبدأ بيتهاجم انا ما عارف الناس تعمل شير رجاء خاص يا اخ رجاء الناس تعمل شير طيب اه النقطة اللي كنا بنتكلم عنها هي نقطة واحدة اتمنى الناس الليلة تطالب تجمع المهنين قوة الحرية والتغيير اطلبوا منهم في صفحتهم ننزلوا ليك هنا الاتفاق الموضوع ده ما موضوعين انك تجي تقول لي والله يا اخ انا بس اخفي المهنين وحملتهم زولة الغيادة وهم عارفين بعملوا في شنو انت شايف كده انا ما شايف كده انا شايف انه في ناس مفروض يكونوا في طاولة المفاوضات اكثر اهلية في فرق بين الزولة السائر الناشط في الشارع الزولة السائر وفي فرق بين السياسي المحنك طيب وفي السياسي ذاته في فرق بين السياسي الغانوني وفي فرق بين السياسي الدبلوماسي في فرق بين السياسي الدبلوماسي وفي فرق بين السياسي الاقتصادي ما انت حس يدار حمدوك عشان يجي يمسك لك وزارة المالية ما كانت طالب حمدوك يمسك لك وزارة الصحة ليه طالبت حمدوك يمسك وزارة المالية لانه قلت انه متخصص في الاقتصاد وزول عنده تاريخه الاقتصادي وخبرته في الاتحاد الأفريقي وأسس دول معناها أنا أستدار أشوف ناس متخصصين في المسائل الغانونية أحضروا ليه الاتفاق ده عباس مدني عباس مدني ناشط كان بيدوره وواجبه زول مؤهل سياسيا في الشارع ربنا يحفظه ربنا يدي العافية لكن ما شفتوا ما عنده تاريخ سياسي أنا ما بعرف ما بعرف له أي تاريخ غانوني سياسي ما بعرفه صاغ له غانون قبل كده واتفاقية قبل كده عملها هل هو الزول المتمكن في المهنيين السودانيين المؤهلين في مجال الغانوني وسياسيين أنا بتمنى أشوفهم في الطربية بتاعت المفاوضات ليه بتتمنى تشوفهم في طربية المفاوضات هنصرافي لأنه حصلت جرجرة ليها ثلاثة شهور في خلاف البندل فلاني رجعنا بالبندل علاني فلان رأيوا كده لا ويطلع لك واحد بره يقول لك المجلس العسكري بالجرجر ما ينتج جبله زول بعرف الجرجرة جبله زول متخصص في الغانون سياسي مهني يقعد معاه في المرحلة دي انت دورك وصلت المرحلة دي خلي من هنا زولتان يمسي كسوق درأي ايه يعني وعشان انت ما عملت الحاجة دي استعين بينا خلينا احنا في مواجهة المجلس العسكري زح من الموضوع يا مهنين هم دارين احرقوا كرتك حيمضوق على حاجات حتيجي بعد شوية في مواجهة الشارع السوداني بعد بكرة بنطلع الشارع رفضا للبنود بتاعت الاتفاقية احنا لما نطلع في رفض الابنود الاتفاقية دي بالمناسبة معناها طلعنا رفض الاتفاقية والمجلس العسكري وتجمع المهنين كده حركت كرتك براك بيدك اعمل اعمل نصيحتي دي في اخر لحظة برجوكم يا اخوان زي ما بيمارسوا عليكم ضغوط بتستجيبوا لها من جهات ودول خارجية استجيبوا لضغوط الشعب السوداني المرة دي انت بتنقذوا بالجد الشعب السوداني وحياة الشعب السوداني الحايتين في الاتفاقية دي انا ما راضي بيه من الاول ليه ما راضي بيه لانه قاعد فيه حميدتي قاعد البرهان والاتفاقية دي حتضمن وجود البرهان وحميدتي في مجلس الرئاسة او المجلس السيادي ده موضوع منتهب النسبة لي لازم يقعدوا فيه لازم من البداية القصة دي كلها انا ما قابل بيها كمواطن سوداني رجاء ان اسمعونا طيب في حاجات كده حتكون جوه مختلفين فيها لانه انا بشوف ندوات لاحزاب سياسية ندوات يعني مثلا تطلع سامية محمود لتحزب الاتحادي يطلع احمد البلال وفيه قبل كم يوم شفنا الوزير السابقة الصحة ابو قردة طيب الناس دي هم انتو مش هالمفروض يكون في نص واضح يبعيدن يعني الناس دي خلاص مفروض ما تصهر في المشهد ليه ما تصهر في المشهد وليه يقصي الاخصايا صرفة لانا ما اقصي زولنا ما انت قلت في الاتفاقية الفاتت بتاعتكم قبل ثلاثة ستة قلت يا اخي اي زول شارك الحزب المؤتمر الوطني في الحكم حيبعد وخليت الموضوع ده مفتوح كده خليته مفتوح ما غيته لانه حسي دي مثال على الكلام ده الناس الشاركت في الحكم مع المؤتمر الوطني زي ما يقعد قرده مع شارك قبل كده مناوي ده ذات والحسي ده يجرس قال لازم يحلوا الدعم السريع حتى هو يقبل بالمفاوض انت ذاتك مع حركة مسلحة يا مناوي وشاركتها قبل كده ودخلت مساعد رئيس مع عمر البشير فكيف الكلام ده يعني انتو المسالة لازم يكون عندها معايير وشروط على المشاركة دي ما تخليها مفتوحة كده الكلمة دي واذا انت قبيلت بمشاركة مناوي ومالك عقار الشارك وياسر عرمان ذاته شارك البشير والمؤتمر الوطني قبل كده اذا انت قبيلت بالموضوع ده وخليتها مفتوحة كده مفروض تقبل بغازي صلاح الدين مفروض تقبل بالمؤتمر الشعبي ذاته فهيته لازم يكون عندك معايير لكلمة مشاركة ما تخليها مفتوحة تمام؟ دي واحدة من النقاط خلافكم انتو انا ما عارف كون اتفقتوا عليه لكن انا برا لما قريت الوسائغة المسربة وقريت الاتفاقية الاولى بتاع التلاتة ستة قبل فضل الاعتصام دي قبل التلاتة ستة دي الكلام الفيه ده انا صراحة عملي جين فراسي اخ انا ما قادر افهم لازم تكون في معايير يا اخوان اقصاء المؤتمر الوطني حيتم عن طريق الغانون بالمناسبة الناس ما تخاف والكلمة بتاعتين يقول لك يا اخي اسمع لو عملنا انتخابات مبكرة المؤتمر الوطني بيحكومه البوطر من الوطني ما بيحكومه ما هيجي ولا زول منهم ليه؟ لانه بالغانون بتاع الاحزاب ممكن نصيق غانون انه المؤتمر الوطني ده نسبة للجرائم العمل في السودانه والنسبة لواحد اتنين تلاته وتشكيله للمليشيات المخلԲمخالفة لنص القوانيين بتاع الاحزاب واوا 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 يمنع كده كده من المشارك من العمل السياسي في فترة اقصىها اربعين سنة اذا اذا ما هو خالف ذاتو jugانون قانون الأحزاب ما كولوا مليشيات ومعترفان يعني يقول لك تعب الظل على عثمان ذاته لقال الكلام ده طوالوا ترصوا بقانون الأحزاب أربعين سنة ما يشارك حلوة لكن انت عندك أحزاب شاركتها قبل كده هل حزب الأمة ذاته ما كان مشارك مع المؤتمر الوطني هتقول لي بمنوب عبد الرحمن الصادق وانت عبد الرحمن الصادق دل بميز شني يعني ما لانه بس ولد الصادق بعدين دحلي حزب عقدي يعني بلدوك في بيت حزب الأمة بيت المهدي انت حزب أمة زي السوداني ولد جاب ولد تمام فالموضوع ده يا اخوان دار 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 مراجعة زي عبد الرحمن ده حسي دي ذاته الدليل على انه حزب الأمة ما هو ما تسلخ من حزب الأمة ما أعلن المسألة دي ولا قال لي يا اخ انا مؤتمر وطني ما قاله دخل البرلمان بيتصفه وبيتفاهم دخلوا ولهوا القصر الجمهوري بيتصفه وبيتفاهم حلو الزول ده لازم تصهر لينا غوانين تصيغ المسألة دي تكون واضحة الإقصاء عشان ما الناس يتكلم لينا في انه أقصيته فلان وما أقصيته فلان الناس اللي بيزعلوني من رأيه في يوم الليلة أصبرو لي بس أتم كلامي للنهاية وحنتكلم عن مواعيد الليلة دي حنتكلم عنها الناس اللي بتعيد لنا في انه لا للإقصاء يا شيخنا نحن ما قلنا لإقصاء وما إقصاء أنا بسأل هل انتوا تفاكرتوا في الموضوع ده عشان ما تدون ابنود بعدين تجي تختلفوا فيها ده كالهامي بس إنك لما تقعد تفاوض أقعد تفاوض بيفهم عشان ما نجي راجعين بالورقة وندخل بالورقة وقالوا وتقعدوا الناس وتسهيروا الشعب السوداني لحد الصباح كل يوم في اتفقنا واختلفنا في البند ده موضوعي تصيغ لينا حاجات واضحة الأحزاب الشاركت مع المؤتمر الوطني ما حتشارك نسبة للمعايير واحد اثنين ثلاثة في زل سأني قبل شوي من الحصانة اللي قالوا عليها بتاعت رئيس المجلس السيادة والكده هو لازم يكون في بند بتاع حصانة بالمناسبة ولا العساكر ده المحي يقعدوا معك لانه لو من الاول جيت انت قلت ليهم اخوانا في صوت ولا مافي الصوت في اخوانا ولا مافي انا بعتذر حقيقة انه مشكلة الشبكة الليلة الصوت يا اخوانا واضح طيب في ناس عندهم مشكلة في الصوت وفي ناس ما سامعني تمام اه في زول هنا سأني قال لي اخوانا في بند مسرب عامل حصانة البرهان وحمدتي طبعا انا بالنسبة لي اكيد انه في بند زيدة مافي اثنين ثلاثة انه تكون في حصانة لرئيس المجلس ونائب الرئيس او مجلس السيادة حيتكلم عن برهان حيتكلم عن حمادتي عن انه في الفترة بتاع الاتفاق دي الفترة الانتغالية دي ما يسألوهم ما يدخلون قدام اي محكمة ما يتهمون باي تهم ما في زول يسألوهم الموضوع ده حيكون اكيد انت بند زيدة تجمع المهنين عشان تحرق كارتة المجلس العسكري طلع الينا البند ده في صفحتك واستفتينا فيه والله يجد ما عندك حل غير كده لانه لو دخلت طربية المفاوضات مع وجود الضغط اللي عليك اللي انت احنا ما عارفين الضغطك منه كويس والمجلس العسكري موجه عليك كلاشات وموجه عليكم الحاجات انا ما عارف اشنو حطمد على الموضوع ده اذا ما ضد عليه احنا خلاص حقا نراحة ما انت زول في مجلس السيادة وزول عنده حصانة هتحاسبوا كيف فيدي ما اشو هده الكتلهم في فضل الاعتصام او الكتلهم في الشوارق اخوانا الصوت اه الكتلهم في الشوارق او الكتلهم من يوم 11 اربعة البند ده انت عشان تبوز عليهم اكيد فيه برهام ما حيتقس يسلمك رجبته ولا حميته حيسلمك رجبته لازم يأمن نفسه بابنت انت احرق الموضوع ده تطلع يقول يا اخو والله عرض علينا في الاتفاقية او المسودة الاولية حصانة رئيس مجلس السيادة حصانة رئيس الدعم السريح كده هيكون في حاجة زي دي انت طلع علينا بره وخلينا احنا احنا نخش في المواجهة من المجلس العسكري عشان مليونيتنا الليلة دي ذاتة يكون واحد من اسباب خروجه دي حقوق الشهداء كويس وكيف نستعيده وكيف نحاسب المجرمين وحنرفع يا افتاد ولا افتاد عديل انه الدعم السريع ده هو المسؤول من قتل المواطنين والسوار في فضل الاعتصام وحنرفع لا يا افتاد انه الجيش مسؤول من قتل السوار والمواطنين في فضل الاعتصام بسبب اول حاجة حتى لو الجيش ما ظهر ما ظهر في فضل الاعتصام هو مسؤول من الحاجة دي لانه سكتوا قاعد جول الغيادة العامة قوات بره كلكم قلتوا مجهولة ضربت الناصر الصاص والجيش بيسمع فيها كويس ومشتغل بالموضوع هو زعته مسؤول احنا نرفع عليها الافتة دي ما عب نعرف حيس ما حصانة وما حصانة عندنا فيديوهات حتى لو المحاكم ما حتاخد بها تقول لك الكتل وين عندنا فيديوهات وعندنا شهده وعندنا شهود اه محكمة طوالي حميدتي ده يا اخوانا مجرم يوم اللي حترفع فيه قضية اي زول عنده شهيدة رفع مش المحكمة يطالب وقضية مباشرة ليه حميدتي خلي المهنيين قعدوا معهم سياسة سياسة ما عندنا شغلة المجرم القدامك البرهان والكباش اللي اعترفوا بالجرائم دي تكتب اساميهم في العريض ارتابع وتكتب معهم حميدتي قدم الورقة دي للقاضي بس خليهم دي اللي قعدوا معهم سياسة سياسة ما شغلتنا وعند سؤال كده مهم جدا انتو الدعم السريع ما شوين اختفوا من الشوارع هل لبسوهم ملكي وبيقوا حامين في نص سنة في نص سنة لساعة الصفر ودوهم السكنات ويأتوا السكنات دي طلعتوا لينا الجيش من الكلية الحربية ومن المدرعات وطلعتوا لينا الجيش من السلاحة الاسلحة والمهندسين ولا طلعتوا الناس من بيوت وقعدتون دي قوات مغدرة بسبعين الف ومشوين مشوين دارين نعرف لجانا الاحياء دي شغلكم بالمناسبة لازم تتابع اي تحرك في الحلة عندك ناس سكنوا اجروا شقة اجروا بيت في نصكم اي تحرك غريب انت لازم تتابعوا وتراغبوا وترفع تغريرك لجهاتك ولناسك الموضوع ده مهم جدا يا اخوانا الناس دي المشوين ده السؤال لازم يجاوب ولازم يصهر لنا زول يجاوب السؤال ده طيب بما ان احنا نتكلم عن الدعم السريع الحركات المسلحة طالبت في جريدها انه يحل الدعم السريع وقلنا لي منا وينت زاتك كنت حركة مسلحة وجيت داخل الخرطوم كجسم وحركة مسلحة وقعدت في الغصر الجمهوري مستشار وما فزا الحل لك انت حسي ليه مطالب انه الدعم السريع ده يحلوه حتى تيجي توقع إذا حلالك قوة مشكلة من سبعين الف نفر في دقيقتين عشان حضرتك تيجي توقع يحلوها لك كيف دي احنا شعب السوداني بنطالب بالحاجة دي لكن قول كلام يعني عقلاني طيب الدعم السريع عنده قوات قاعدة في اليمنز اربعين الف دي لما انتحلوه نجيبولينا هنا وحوش كويس ناس مفترسين عرفتها حيكونوا بدون شغل وبدون شغل حيفكولينا في نص الخرطوم دي يبيدوا الناس كلهم كويس انت تتكلم عن عاليات حلها ذاتها قول كلام معقول يا اخي قول يا اخ والله يا اخي دارين تكوولولينا لجنة كويس وده الحل الانسب اللي انا حقوله الان يمكن ما يرضي ذول لكن لازم نعمل بيه كويس انو الحاجة يتم تزويب القوات الدعم السريع في القوات المسلحة تزويبهم يعني شنو ما تيجي تعمل لي يا اخي زي ما هم محسي عاملين يقول لك يا اخي الدعم القوات المسلحة والدعم السريع جسمين منفصلات بالمناسبة قول الغوات المسلحة واسكتت انا دعم السريع ما يجيب لي سيرتها ما تعمل لي كيان داخل القوات المسلحة اسمه الدعم السريع لا لا افصلهم افصلهم لي يا ازول وزويبوا لي جوا سبعتاشر نفر وديهم الحامية هناك في جبيت خمسة انفار وديهم مروي تلاتة انفار جيبونه هنا المدرعات الخرطوم ما تعملون كيان عشان ما يكونوا لكوا عصبة تانية وخشوا لنا في مشاكل لا لا دي الطريقة بتاعت التسويب على البفامة دي واحد اتنين هي ذاتة انا ما حتم الا عن طريق لجنة اللجنة ده اول حاجة يجيب لينا جنسيتك السودانية اول سؤال مع ليش ما احنا اخواننا هنا اجي حتتة تمشيها تقدم لي وظيفة بقول لك جنسيتك بالله عليك الله جنسية انا نفس الفكرة اول حاجة يعمل لي ليهم اول سؤال ازال اللجنة انت جنسك شون سوداني ما يثبت ما عندي مع السلامة عربي واضح انت ما يثبت ما عندي عليك الله النيجر طوالي يركبوا الطيارة انت ما يثبت اه مالي طوالي تحرك انت ما يثبت تشاد تفضل مع السلامة انت ما يثبت امشي ارجع هناك ليبيا دي اللجنة الاولى ما تقول لي تزويب وما تزويب بالكاكل لابس انه ده ما في تزويب اول حاجة دارينا اعرف زات الجنسيات الدعم السريع دي والحاجة دي تشكل عن طريق لجنة تكتب لينا الكلام ده عليك الله في اتفاقيتك ما تجي مارك من الصالة وتقول والله ياخد تفاوض صعب والعساكر بيحبوا الجرجرة بيحبوا الجرجرة فيشنو ما تقول لي الجرجرة وريني احنا زاته بنفهم في المفاوضات والاتفاقيات وريني انه هم بحبوا الجرجرة فيشنو قالوا ليكن شنو رفضوا شنو اكتب الكلام ده في صفحتك ما تقول لي في صفحتك يا عباس مدني انا ما بعرفك والله بعرف الكيام بتاع المهنين اكتبوا في صفحة المهنين انه يحبوا الجرجرة في واحد اثنين ثلاثة عشان المتخصصين يقدروا ويساعدوكم ويكتبوا لكم اراء اسمعوا رايل حتى الما متخصصين في الشارع الغوانين دي تصصاق بناء على عوامل كثيرة من ضمنها المزاج العام يا اخي احنا والله مزاجنا العام في الشارع السوداني ما بعرف ان نحب كباشي اهي قالوا عسكري مؤهل اهي قالوا فريغوا فريغوا ركم بتاع ميدان عديل في امتى احنا ما بعرف ان نحب الزولد لله كده يا اخوانا نعمل مزاجنا كده المزاج ذاته بتدخل في صياغة الغوانين الشعب ما دا ارى الزول ده مؤهل شايف البشير كان مؤهل احنا ما شايف انه ما تفرضوا عليه بتدخل عوامل كثيرة من ضمنها سلوك الزول شكل الزول الزول المقصود بالغانون انه زاته في صحوله ومجاله تخل في زي كباشيت احنا ما دار انه دعمي سريع ما دار انه في غوانين انت لازم تكتبها وتصير عليها وتليح عليها تطلع برة تقول خلافنا في واحد اثنين ثلاثة واكتبها في الصفحة ما تكتب لينا ونسبة لهذه الجهد الذي زرعاه الشعب السوداني وهو الشعب السوداني الذي يجني سمار غرسه الكلام ده يا بيبي ما معنا هنا ما عندنا هنا طلعت قلت لينا كلام ولا الان ما مضيته اختلفته في شنو توريهنا ليه وده لازم نشارك دارينا شارك دارينا شارك عشان لما نطلع المليونيات ندعمك والناس تستشهد وانت ما تجيب صورنا ولا اسامينا في صفحتك الواحد يكون زاته عارف روحه ومات في شنو ها تكون عارف روحك زاته وطلحت الاشنو مدني يو مدنية فيها يشنو المدنية التفاصيل يا حبيبنا التفاصيل ما تديني كلام عام وتطلع تمشي جامعة اللين دي بخرجة لا اكتر من اثنين مليون محامي وغانوني وقاضي ووكيل نيابة فاهمين في شنو الشعب السوداني فاهم في الغوانين اطلع بتكلموا فيكون دكاترا انتو البفاضة ذيل فيكون دكاترا في ما قريتو غانون وانتو عشان تضعوا خدتها للناس المتخصص عشان توريك رايها المزاج العام بتاع الشارع السوداني رايشنو الناس اللي في شايتها معاك وين المرة فاات قلت انتو يا اخو والله خمسة زايد خمسة زايد خمسة زايد واحد خمسة خمسة واحد قلتوا في شخصية رغم 11 شخصية مدنية واختار المجلس اللي اختاروها العسكريين مع المدنيين وما وريتونا حسي خلافكم فيها في شنو يعني انتو الشخصية ده حتى الان ما سمعنا بها يعني الخمسة ما عرفناه الخمسة التانية ما عرفناه طيب عالا لقلنا عرف الواحد ده منه وشروطكم شنو في اختيار الواحد ده ذاته هل معايركم متفقين عليها في ورقة واحدة ان الشروط يكون سوداني ما عارف طويل اسمراني ديقين ساكسوكا عنده ساكسوكا وحالق نمرة واحد واخطبي وطوالي ولا كيف شروطه شنو ده حدا شراوي ده سواق لعاب كورة شنو انتو متفقين علي شروط معينة في اختياره الكفاءة الوطنية عدم الحزبية الاستغلالية او عنده خلفية عسكرية او شنو يعني انتو انا ما فاهم ما فاهم لانه انتو لو اختلفتو فيه انتو الخمسة السلة الان عندي مشكلة ما اخترتو خمسة من هنا وخمسة من هنا واحنا ذاته ما فاهم شاورنا قبلنا بلو نسأل ده ومشينا رغم 11 ده انتو الاثنين هل حتتفقوا عليو؟ طيب انا ما اديك وسيلة انت ممكن تسارع بال مسألة تحلها بها عشان ما نخش في رغم 11 من حسين اكتب انتو في صفحة الطوالي جاهز عشان لما نجوك في رغم 11 قول ليو هني يا اخي والله لو اختلفنا فيه لازم نوجد لنا اهلية عشان نختار بعض زول لو اهلية موجودة والعالم كله بيشتغل بها مثلا اختاروا يا اخي والله اصغر رئيس حزب في السودان ما تختار اكبر زول هو في العادة بقول لك اكبر رئيس حزب واكسرهم خبرة وطبعا ده كل احد انطبيق على السي دي ابو مريم واحنا طبعا دي ما دهرنا ابو مريم ده فهي وسيلة ما يدخل معنا لكن انا اديك واحدة تانة بس ما تضحك فيها والله اجد اختار رئيس اكسر حزب انتصارا في السودان خلينا احنا برا الشعب السوداني للشاكل هلال مريخ موردة معارف حيال عرب بتاع ده خدتها فينا احنا نفتكر والله تاريخ الهلال ده اقدم من مريخ ومريخ بيفتكر انه اقدم من هلال خدتها لينا برا احنا نجيب لك الزول احنا دونا فرصة نشارج جيبوا لعب كورة ها جيبوا لعب كورة قديم كده زول كون عنده خبرة يعني ما هو الكباشة حسي حقوقت في الغصرة الجمهورية حميدتي ده ما عنده موهلات غير انه كتل الناس وزول خبرة في حرق الغرى اقتصاب النساء دي خبراته والان قاعد في مكتب الرئيس بتاع الجمهورية فانا ادخلي لعب الكورة الهين ده افهم منه اللي لقل بيكون سافر لعب واتغلب برا في الجزائر سبعة مرات واتغلب في في سودانيين اتغلبوا في فروق سوداني اتغلبت في اليمن يعني كلام ده ما هي ظهر اتغلبوا في موريتان اخصم بالله اتغلبوا في الصومال فانحنا نخليها مستورة يعني حاضر فرغم 11 ده اختاروه بمواصفات الموضوع الالية تكون جاهزة انه والله يا اخي من حسن اتفق انه يا اخي ألعب سوداني بتاعكورة بس اكتر سوداني سباح اختار خد رغم 11 كده خلصناها الاتفاق الاول كنا بنسمع قالوا لينا يا اخي ده قبل يفضل الاحتصام طبعا قالوا انه سلمة قالت بيترشح حبوه بتا طيب رغم اكون النقطة دي قل لك قبل الفضل الاحتصام كان في خلاف في موضوع اختصاصات المجلس السيادة مجلس السيادة المهنين كانوا بيطلعوا بقولي يا اخوالله المجلس ده مهام تشريفية بس يعني برهان كتل الناس عشان ايجي قعد مهام تشريفية حميدتي كتل الناس عشان ايجي قعد مهام تشريفية هل بيقبلوا بالكلام ده لا ما بيقبلوا طبعا ما تخموا نساي والسوق الناس معاكم لانه الموضوع ده انت مختلفين فيه خلاف كبير جدا برهان بيطلع في اللقاءات الجماهيرية بقولي يا زول هاي المجلس السيادة من حقه يعين المجلس الوزراء ذاته ها رايك شنو ويدخل في تعيين الخمسة المدنيين في مجلس السيادة ذاته ها رايك شنو وقال ما عندنا كان يسما مهام تشريفية وعندنا صلاحيات بنغرر بنغيل بنقتل بنعدم حتى المجلس التشريعي رئيس المجلس التشريعي من صلاحيات مجلس السيادة هنو عين ورئيس مجلس السيادة هنو عين رئيس المجلس التشريعي ويرفدوا كل الحاجات لانه ما قال تشريفية ولا حاجة عندي لكم السؤال لما قالت يا اخي انظر صغيرا ôorm me geshane ساي عندكم ما يوزبط هستاذ المهنين تفضل عندكم ما يزبط ورقة مكتوبة مص بيقول يا اخي مهام مجلس السيادة مهام تشريفية كتبت الحاجة دي قبل كده اتكتبت ما حسي بينطط فيها للبرهان بيطلحت اي موطمر دقاء جماهيري بيتكلم انه مجلس السيادة ما عنده مهام تشريفية انت طوالب بتطلع موطمر صحفي بتقول لا تشريفية حسم الجصة دي كلها دارين ورق كتبت حاجة قبل كده بتقول اني يا اخي مهام مجلس السيادة هي مهام تشريفية لا طيب لازم تكتيب المرة دي دي واحدة من الحاجات اللي حتطلع وتختلفوا لنا فيها كل مرة باللف وندور ونقع في مجلس السيادة دارين ورقة دارين ما يثبت اطلع اكتبوا لنا في صفحتكم قولي اخ والله يقولنا يا اخي مهام تشريفية والنقطة دي اخي نقطة خلافية لو ما اتفقنا عليها ذات الاتفاقية ما تقوم لانه ببرهان بعدين حيعيل لك رئيس الوزراء وحيعيل لك المجلس التسريعي وحيرفدوا لكم على انتهى من القصة كلها انت دار تجردوا من مهامه استعين بالشعب السوداني اكتب الكلام ده في الصفحة خلينا ندعمك خلينا ندعمك ما تتفصل مننا ما تمشي بعيد بجروق حسي بعيد بالكلام الملولو ده واجزعوا لك الالغام في التفاصيل اللي انت ما دار تحكيها يخي احنا اهلك ورينه ما تخافي يا اخي والله يجد احنا المعاك واحنا سيادة السورة واحنا الفوضناك واحنا نقول انت بتمسلنا واحنا تدعمينك ارجع علينا ارجع علينا ما تمشي بعيد بنلاحظ كنا في الدعم السريع لو كهرباء قطعت بيجيك دعم السريع لو اتنين عملوا حادث في الشارع بيجيك دعم السريع الشرطة وين بسأل يعني ما سمعناكم انتكلمت عن الشرطة دي نهائي وجود الدعم السريع في المرحلة الجاية حيكون شنو في الشارع حميتي عرفنا قاعد في الغصر الجمهوري طبعا محروس باغوات الدعم السريع لازم تكون موجودة في الخرطوم حارساو ما حيقدر يقعد في الغصر الجمهوري دي بدونه لانه لو غفل مننا ثانيتين احنا بنقوش ونجدعو في السابت تانكي طوال ما بنتلفت اي دكسة يتقوش حميتي قاعدين اللوبة المرصاد والله في الشارع دي لرقينة برا وبيتات شارعين بنخمو نكون واضحين يعني ما بيندسة والله اننا معاو مشاكل زول فمعناها الدعم السريع المرحلة الجاية موجود موجود بيات الشكل حنلقاه هم قاعدين في الشوارع التلاتة الدزعات حيربطوها في تاتشارات الدعم السريع في المؤسسات حتى هول يوم داك ما شاء ديوان الضرائب قال لهم نحكو لكم غوة عشان تساعدكم في جمعة يتدخلك بها شنو الضرائب يا حميتي يتمنو زاتك يا حميتي احنا ما قاعدين نعرفك ولا حنعرفك ولا حن ندعمل معاك عليك الله يخطل علينا من الموضوع حسي احنا منزل السادة المهنين مطالباتكم في وجود جهاز الشرطة وجهاز الأمن في المرحلة الجاية شكلها شنو لانه حسي جريدة بتقول لك كباشي صرح قال اخي لن نحل جهاز الأمن والمخابرات في المرحلة الجاية ليه ما تحله ليه ما تحل جهاز الأمن والمخابرات في المرحلة الجاية دا هرباو شنو انت جهاز الأمن والمخابرات ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق ذاته وين بعدين انتوا اتكلمتوا كل مرة بيتكلموا لك الناس حسي عن حصانة المجلس العسكري حصانة ليه حصانة من الفوق الغانون في البلد دي طيب انا بقرل ايه في حاجة كده زول كتعلق علاه وقلنا نسجل في زول قال يا اخي اعادة هيكلة الاجهزة الامنية اللي هو في مثلت كده والدعم السريع يعني اعادة الموضوع ده موكل بمنو يعني مثلا حسي اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الجيش والدعم السريع والمليشيات الغير مسلحة وده البند الرابع في او تقريبا الرابع في ميساغ الحرية والتغيير اللي كان بيتكلم عنه دايما للسيدة الاصم ولما نيجي عن القوات الغير نظامية المرة بيجي يخليها مبقول عشان ما يهبش الجماعة اه الدعم السريع تمام اه الموضوع بتاع الهيكلة ده حيدخلوا فيه المدنيين انتو حتدخلوا يا مدنيين ولا الموضوع ده حيمسك بس البرهان وحمايته حمايته ده يتقول لي يا اخي حل قواتك بتاعت الدعم السريع هل تفتكر حيقبل الكلام ده انت اهلياتك شنو في الضغط على الحماية احنا ده الظن حمايته طبعا بالعربي الواضح انه يا اخي طالبي منك يا اخي والله تزويب الدعم السريع في القوات المسلحة بناء على واحد انه الكفاءة اتنين الاهلية معارف ثلاثة الجنسية السودانية اه كده وما يكون وحدة كاملة من الدعم السريع الف نفر او الفين نفر في المدرعات لا في المدرعات تخلي ثلاثة انفار دعم السريع اتنين في اللبيض واحد في الفشقة واربع في اه تلودي في امتى دي الطريقة بتاع التزويب غير كده انت حتكوم ماليشيات جوه طيب هل المدنيين حيقدروا يدخلوا في الموضوع ده ولا الموضوع ده حتخليه بس لبرهان كممثل القوات المسلحة ويحمدته كممثل الدعم السريع لانه الحركات المسلحة حسيه بالطالب انه يا اخي حل الدعم السريع اول مطلب احنا حنستجيب له من ناوي في طلبه ده بحل الدعم السريع طوالي وفي نفس الوقت حنقول له من ناوي تحل قواتك ذاته مسلحة تاني ما عندك تجيين حزب سياسي مرحبك تدخل معانا مرحبك تفاوض مرحبك تفاوض تاني بيكلمتين انه انا قوات مسلحة وعندي حركة مسلحة وانا وانا ما تجيين الراجع ذاته يا مناوي عربي واضح زور شهاي الكلاس انا ما اجي داخل لانا السودان ده عربي مش الخرطومة السودان كله ما تجي داخل بيك لا شك ما تجي داخل بيك لا شك اه في مشكلة الناس لسه مصرعة لانه المشكلة في الصوت انا 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 ما اعرف اه ايوة بمناسبة قال لك في حركة مبارح في السفارة السعودية بما انه قلت السفارة السعودية ذكرتونا نقطة مهمة جدا يا اخي اه جريدة البيانة الاماراتية نزلت اه خبر بالبونت العريض قبل ثلاث يوم انه اه اه تجمع المهنين وغوى الحرية والتغيير يشكرون الامارات لدورها ووقوفها مع السودان في المرحلة الفاتة ومعارف دورها في الاتفاق وهو 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 ها ما انتو قول لي كده كنتو بتقول يا اخي محور الشر وكده 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 ولازم نقاطعون وانتو كنتو بتقول الامارات والسعودية محور الشر كيف تصل المرحلة انه جريدة البيانة تكتب كلام زيدة الاماراتية عندكم عشان كده بنقول ليكم استعينوا بالكفاءات هل ما عندكم زول كان في الخارجية قبل كده دبلوماسي عارف انه انت لما تطلع برة تتكلم تتكلم تقول شنو يحفزكم الكلام عديل لانه في كلام انت بتقوله بالهزار واتضحك مع واحد اماراتي بشيله بيمشي بعملوا بيان انت كده بضربوا مصداغيتك بضربوا بضربوك قدامنا كل مرة بلقطوا ليكم حاجات بالمناسبة انتو ما هو انتبهي الا الكلام ده بحرقوا في كرتك شوية شوية انتو لاحظتوا الحاجة دي؟ الامارات لما انتكتب عن شكرها ليكم انكم انتو الشكرتوهم على دورهم الامارات دوره كان تخريبي في السودان حاجة دي ما ندسها في اي محفل لازم نعيد الموضوع ده الامارات والسعودية يدهم تخريبي في السورة السودانية وفي الدول الحولنا واثاروا نزاعات واثاروا حروب واثاروا والناس بيقول لك يا اخي الامارات فشلت في حرب اليمن عشان كده دارت انسحب السعودية دارت انسحب من اليمن لانها فشلت ما فشلوا يا اخوان الهدف كان واضح انه تدمير اليمن لحد اخر يمني ما حيطلعوا اللي الناس تموت هو هدف كان شنو اغامة دولة دومغراطية في اليمن ما هو كان يغيموها عندهم في السعودية زوال حاكم لهم مئة سنة بتورس فيهم عاملة لهم زريبة بالسعودية دى مازالية فتاعت بهgent مشتري مved الم Lancat stardائيه ما حتى الجيسية 20 ему Adrià كان عامل دومغراطية عندو كان عامل دومغراطية في الامارات ما gör là ما ت exceptions ان انت اشيخ شخبوت وشخ فلان وشيخ علان انت عاملتوا كوني표 زيت زايد الخير زايد الخير عامل balanced pizza في بيتو زايد الخير زايد الخير ما زاد ايّ خير يزول شييت نخلات كده وجددي فيك وسموا الشارع ده ياسمي وسموا الحدي باسم زايد ما زايد خير يا زولي 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 دي ما ينتاجه يا أخي أولاده ما قدر يربيه رب ليه وقتله ومجار ما تجي تقول لي زايد الخير ما زايد خير ولا زايد ناقص بتاع عليك الله ما تقول تقدي نسا يا شيخنا الإمارات دي قلت على دولة محور شر تبقى دولة محور شر ما تغير كلامك جيب زول متخصص زول مهني في الخارجية زول سفير سابغ يعلمك تقول شنو وخطابك البر يكون شكله شنو الانفعال والثورة والشخصية الثورية أيوة بتفرق من الشخصية السياسية المت يعني المتمكنة اللي بتعرف تقول كلام محسوب ما هي لغاءات خارجية انت تقولوا تفلت كلام بتحسب عليك وبحرك في كرتك معافقة عزارة أخواننا بس الجريدة قاعدة قال لي يا أخي هل في إثبات إنه المهنين شكرهم بجيب لك الجريدة يا تمادور حاضر دي نقطة النقطة اللي أنا بركز عليها الآن إنه إحنا حنشكل بس ضغط على المهنين زي ما في جهة تاني بتضغطهم إحنا 35 مليون سوداني المفروض استجيبوا ليه مطالبنا أكتبوا ليه نبنود الاتفاقية في صفحتكم واحد اتنين استعينوا بالمؤهلين والمتخصصين في الحاجة دي كل مرة بنعيد نفس الكلام داري الناس متخصصة يا أخواننا عشان المفاوضات دي تصل لمصلحة نحن دارين حقنا تلاتة المجلس العسكري ما من حقه يجيب أي شروط يجي يقول يا أخي أنه والله حارس الدمغراطية في المرحلة الجاية جيبوا لينا حاجاتكم دي نتأكد إنه الشعب السوداني هيصل بر الأمان والبلد يتصل بر الأمان لكن ما تجي تقول لي يا أخو والله وكباسي اشترض علينا كباشي ما عنده شروط أنا ما بفهم منه كباشي كباشي ما عنده شروط لو هو دار يعمل شروط عنده البشير ده قاعد له 30 سنة ما قاله ما قلبه البرهان عنده يرى يا البرهان ما يعرى حاجة يا زول ولا دار الرؤية تحميتي كان قاعد قدامهنا البشير والموطمر الوطني عمرهم كله ما كان يقلبوهم انتظروا الناس قاموا بس ثورة وجاء ينسرقوها ما ينفع معنا كلام زي ده يا زول وإذا انت بتتعرض على أي ضغوط من بره أو جهات خارجية استعين بس صفحة بتلقانا معاك والله ساندنك ولحد النهاية وقلنا لك قبل كده حتى لو انت ما حتنفز مطالبنا حتنفز غصبا عنك ما خلاص اتفاق بيننا وبينك ما عندك طريقة تنط قدموا لك عروض ضغطوكم باعوكم اشتروكم دي سيشغالة ما بتعنينا فيه كثير حتنفزوا الحاجة اللي اتفقنا عليها والعليها ماتوا شهدانا والعليها اترملوا اخواتنا وبناتنا والعليها انتهكوا اعراضنا احنا ما بنجي في المرحلة دي ونط ما في عربي زي ده واحنا طالعين لك المليونية دي اللي ده حاضر وطالعين في مواعيدنا اللي كنا كل مرة بنطلع فيها انا بعيد لك الكلام وقصة انه يا اخي الجهة تطلع براها وديل يطلعوا الساعة خمسة شموع ما عندنا شموع شموع ده ما بنعمله ما عندنا ذاته احنا في حالة حداد في السودان احنا في حالة حداد وتعبير الشموع ده ما بعبر عن اي حداد ولا رومانسية ولا غيره زول حيسوكك بيتات شر وشائل كلاش انا جانا بولع لي شمعة وتجي تقول لي بعدين يا اخي السلمية ما تفك حجر اذا فكيت حجر انت كوز شوف باللي درنا شيل شمعة عشان زول يفكك لي طلقة ما بيشيل شمعة يدينا تكونوا فاضيات كل الحسابات واردة خوش كوماجة خوش بنية شمعة شنل بيشيل احريك باروحي يا زول والملاتوف ده كان بيعمل فشني يعني ها المهم في النهاية مواعيدنا اللي بنطلع فيها بنطلع فيها في مواعيدنا ذاته شعب السوداني كله لازم يطلع يا اخواننا وظهرك ما بيتحمي الا بي اخوك واختك وابوك وكلنا في الشارع وزي ما اقول ليك هالكاربا قاضع عشيل شمعة واللعباء شارع ولا ولعباء بيتنا الحاجة الاهم من كده احنا ما دارينا خوش في مواجهة مع تجمع المهنيين اللي هو قلنا بمسلنا بما انه هو بمسلنا لازم اكتب واستيب لي شروطنا ومطالبنا ما تجي انت تقول لي يا اخو والله الموسيضات وحتى مع المهنين اعرفين بيعملوا فشنو عارفين بيعملوا فشنو كانوا جابوا لين الحاجة الداري لنا في وقتها لكن ما اعترضنا وقيدنا بتضغوطل عليهم من برا انت زاته قد اضغط عليهم عشان مطالبك تيجي ما تخليك كسلا راقد في بيتك وادقول لي انهم عارفين نفسا بيعملوا فشنو لا ما عارفين نفسا بيعملوا فشنو أنا بوريهم دائر منهم شنو حاضر الكلام ده ما فيه أي حاجة وما تجد تقول لي يا أخي أنت كده بشق الصف معناها ما فارس بين شق الصف وما شق الصف حاضر النقاط اللي أنتو هتختلفوا فيها كل الشعب السوداني عارفة عارفين موضوع المجلس العسكري المجلس السيادة هتكون فيه منه ومنه وإحنا نرافضينهم إذا تفرضوا عليك أطلع أكتب الكلام ده خليني إحنا نعرف الحاجة دي مزالة الحصانة بتكلموا عنها ما في حصانة لسوداني في السودان في السودان الجديدة ما في سودان عنده حصانة ما في لا رئيس لا غيره وبالذات البرهان بالإسم حميدتي بالإسم ما عنده حصانة في قضايا حترفع فردية وجماعية من الناس ضد حميدتي دي ما بتقدر تحشني منها باتفاقيه أو غيره ما بعرفها وإذا وصلت المرحلة إنتو عملتوا ليه هنا الحاجة الفراس دي إحنا أخصم بالله العظيم نرفع عليهم قضايا في العالم كله والله والله حميدتي دي من الخرطوم دي ما يطلع والله العظيم حميدتي من الخرطوم ما يطلع محاكم دولية في إعلام خارجي في ندور فيون إعلام تلفز وشفتك راعده ما يخدتها في دولة حميدتي دي إنت بلاتفاق عصاركو ده موضوع تاني لكن إحنا الشعب السوداني ما بيأكل حقنا محامين قاعدين في العالم ده كله حارسين الزول ده أجانب سودانيين وناس متضامنين الزول ده كراعا ما بخدتها في حتها وكاميرت التلفزيون العالمي شفتها لو نشتريها نشتري شفتها الغنب تاعة نشتري 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 نشترانجيغرافيق دي وأنك يحيبه مع السنوريات التي هي الأسود أكلت من قبائل القطط وهو ده زيون ذاته وذاته خط ذاته الأسد ده زاته ليس ذاته بل مصر حيوان يعني في الحيوانات ذاته وحيوان ما تقوم بتعمل الموضوع الآن ينبج قاعد ده خدتها لعادي والله يا إخوان ما موضوع نبج قاعد ده فإنت دارت يجيب حميدتي ده نحن نشتري غنات ناشل انجيكرافيك دي ونباري ومكان ما يمشي وغا تغامل حمايتي بأكل البوضة إنه متوحش انصر إليه كده هنجيبه لك كده ما هنخليه وزول ده اس بي ستون ذاته هنجيبه فيه كوكب القاتلات ذاته هنسمي كوكب القاتلات دي تركيب اللغوي صحيح المهم ماشي تمام؟ كوكب نسمي له كده كوكب المفترسات حمايتي كائن عاشف ومفروض ينقرد كده ما هنخليه فإنت قاعدت معه وما قاعدت معه وما شغال بك كتير شوفت حقه شو هذا شهيد شهيد جريح جريح ملفات قاعدة انتو خليكم ما تجيبوا صورهم قاعدين نجيبوا نلقض في صورهم إحنا انتو خليكم ما ترفعوا قضايا قاعدين نرفع قضايا إحنا خليكم جبتوا للشباب تضربونا الدعم السريح في يوم 8 رمضان جبتهم في مؤتمر صحفي وعالني قالوا لك الدعم السريح إحنا زاتوا الليلة مواكبنا ذي حنطلع بليافتات مكتوفة الدعم السريح قتل مجرمين الكلام ده ما حندسوا ما حندسوا ما حندسوا ما حنخليهم ما تقول لي وزعوا حلاوة ما تقول لي يا أخي استجابوا لشروطنا ورفعوا معارف درجة تلقوبة العسكرية من الخرطوم وقد أصبحت ثلاثة ثلاثة شهرات في ولاية درمان لا ده ما عندنا كلام عربي زيدا الدعم السريح ده لو رفعوهن كده رفعوهن كده من الوطا خطوهم في رأسل تلاجة احنا برضو حنباريهم ما حنسيبهم حقنا ما بي نخلي احنا ما في ظل عاصرنا ولا في ظل ضغطنا ولا بنعرف كباش ولا بعدنا مع كباش ولا دارين كرسي ولا دارين سلطة حقنا ما حنخلي قلبنا البشير ده البشير ده لازم يمشي المقصلة ولازم يحاسب ولازم يحاكم حق انا ما حنخليه حنطالب حس الليلة دي انت اتضمنت موضوع محاكمة البشير في اتفاقيتك ده ولا لا ده باندي براه ما تجد قول ليه والمدنية بعدين سوف تأتي ان تقوم بمحاكمة في المدنية دي في التلاتة سنة البشير هتعمل ليش نتفضل ورينا ورينا ليه واكتب الكلام ده في الصفحة قلت اشنو عن البشير باللسم احنا قلبنا البشير ده هرين البشير دي انت حتعمل ليش نو لما انتقوم الحكومة المدنية ووزارة العزة ستقوم بفتح الملف فاما ما افهم كلام زي ده البشير باللسم باللسم قلت على شنو ازود ده دق السبعين ممكن ما يعدموه بالغوانين الدولية تفكوا لينا في الخلق ندر الصاصة نظموا بيركشة احنا بنصرف طلعوا بالليل كده من كوبر وقل لي الله تمشي تمشي شوي وكلمنا احنا نشوفوه ديال بنجم بنضايره عادي يعني قل حاول يهرب البشير وادوه طلقة زي ما كان بعمل ما تقول لي يا اخي سبعين سنة ما في زول بحاكمه لازم يعدم النظام البائد اللي انت مدسدس حسي ده انت ضمنتوا حاجة بتخصهم بالاسم كده ما تقول لي سبناها لبعدين لوزارة العزة اذا كان المجلس السيادي الان عنده علاقة بيتشكيل مجلس الوزراء واختيار الوزراء هيختار لك زول يجي عدم البشير انت جادي البشير ما حتجيبه المحكمة حتقول لي يا عمر البشير اخي قتلت الناس في دارفور عشان كده حنحاكمك يقول لك لا والله ما قتلت هنا انا حميت تلك التلون حيشهد عليه وبيحيكون شاهد ملك البشير بالمناسبة الكلام ده ما حيحصل ايزن في حلين يا تكتب الكلام ده علني ومعنى الاتفاقية ما حتقوم يا اما البشير حيكتلهه في السجن عربي ده واضح البشير ما بيصل محكمة حيدينهم كلهم كلهم حيوديهم لانه انت جاي الليل الحاكم ليه علي عثمان محمد طه في محكمة نيابة الاراضي علي عثمان احنا سرق منا نواطا بنعرف من ميه اتواطا السرق مهو السودان ده كله مسروق علي عثمان كتننا ده احنا دارنا حق احنا قلبناه عشان كتننا محكمة اراضي ده موضوع تاني نجي نحاكم فيه الورسة بتاعينه بعد ما نعدي مؤول حياة في القضايا الاولى علي عثمان دخلنا الامريكان وباع السودان وباعنا للماسونية كده بس وان تو سري يقول لك يا اخي علي عثمان عنده نظرة ساغبة والله دار جدد عيون ما عنده اي نظرة ساغبة ما هي البلد استلمه بخيراته وسرواته وديونه كله اتناشر مليون دولار حسي وصله لينا تمانية وخمسين او ستين مليار دولار عمل لينا شنو والترابي الرجل الذي يعني ادار ما ادار اي حاجة بيته زي وشه كان يدير بيته ده يا اخي يعني كلا قم فحض بلا ترابي ولا بتاعي يا اخي سياسة ما ناشحين الناس ده يا اخوان مسكوا بلد فيها اي شي مجان الله ده ليهم مجان اراضي بكر شالوه منهم ما قدروا رجعوها انهار مويته بتمشي ما قادرين يشيلوها استفيد منها ولا يرجعوها سدود حتى السد حتى السد اللي تبند المسكوا بسامة عبدالله بتاع تنسيق ساي وعلاقته في الموضوع انه هو مرته اخوة مرت البشير الناس بقول لي اخي في السياسة تكلم عن المسائل البيت لا لا هو ده العلاقة جابته عشان نمسك صرحي قومي زي ده مفروض ان تجلينا الكهربا وين والله يا اخي ساد مروي ما اشتغلت التوربينات والمسكوا الموضوع منه والله يا اخي وطبا يجيبه تحاكمه اسيحنا فقدنا الموقع الاستراتيجي تاني اليوم ادي ما بنقدر نبني سد في الموقع الاستراتيجي ده وبعدين انا سد سوباشنا في الشمالية انا دار خزان دار خزان حجز لين موية ازرع الشمالية دي اخوانا سحاري طلعت من السد ترعى واحدة مليون فدان شالوها التكامل السوداني المصري الدول المصريين حتى لما انطلعت موية من السد الدول المصريين فانت خيانة زي دي بتصبر على كيف والخيانة مستمرة عندنا من زمان في موضوع الموية والاراضي والبيع الرخيص ده بيع رخيص طوالي وها وان تو سري بيع السد العالي غرقونا بيجاي وبعد كل المصريين يقللوا في ادبهم حتى الان يقللوا في ادبهم بنأكلهم ويشربهم ما في زلداته علام يقدر يرد عليهم ووريهم الحجمهم الحقيقي في كلين الغنوات دي احنا دي اللي بتطاولوا علينا ويقللوا ادبهم ما كنينو شربهم في المطار يزلوك في الشارع يزلوك في البلد يزلوك في اعلام يزلوك يا اخي اكسر ليهنا لسد العالي دي بصاروخ واحد خليني يغرقو يتأدبو يا اخي التطاول ده وفتحنا مساحة لأي يزول يتكلم فينا ويزلنا من غادتنا الخوانة دي لالعملة دي كلهم عملة كلهم عملة كلهم من تاريخ البدد الاستعمار طلع خطة لان العملة دي لهم مشوا باقي عنا لف اي ملف دولة زي السودان تحكم فيها محمد بن سلمان تخيل يعني تخيل محمد بن سلمان ترامبي بدي كفة جاي بيدفع 450 كفة تاني بدافع له 192 مليار والتاني داك دافع له 182 مليار بتاع الدولة التاني والتالي داك معقولة دي اللي تحكموا فينا دي اللي الرجال بتحكموا فينا بتتكتلوا في بناتنا بسببهم وبتعليماتهم يا حمدتي وقال لك حمدتي فارس اخو بنات اخو الحوبة اخو البتاع انت ما اخو اي حاجة انت من غبيلة السنوريات القاتلة اكلة اللحوم والله جد انت يا حمدتي ما هامين انت كده تمشي تقعد ترعى مع السود والنمور زي ما قلت لك حنشتري غناتنا شو لنجيغرافيك ونجيبك فيها والله تعليمات الدكلة محمد بن سلمان يقول لك وهو يا اخ معقولة لكن فالكلام ده لازم يجيف والمليونية الليلة حتوقف حاجات كتيرة حنطلع باللافتات دي بمطالبنا حتتكتب قدامكم تقروها كلكم تعرفوها احنا ما طالعين ليك ليه موكب بتاع الشموع لا لا طالعين ليه مطالب حقيقية عربي واضح واذا ما استجبتوا لينا حنعطل ليكوا السودان ده حنقعد في بيوتنا كويس حنعطل ليكوا السودان ده شوفي لكم زول الحكمة تاني مع السلامة